أليست هناك إجابة يا حكومة العراق بشأن ما يقوم بالاغتيالات؟ تسببت الاغتيالات التي شهدتها الساحة العراقية مؤخراً في حانة من الهلع الشديد في مختلف الأوساط فالقضية لم تقف عند اغتيال قيادات أمنية مثل ما حدث قبل شهور مع قاسم الزبيدي وزير مالية الحشد الشعبي وقيادات كبرى في اتلاف سائرون ولكنها تخطت ذلك إلى اغتيال ناشطين في البصرة في مقدمتهم سعاد العلي التي تصدت لإرهاب ميليشيات الحشد الشعبي وفضحت جرائمها ثم انتقلت الاغتيالات إلى ملكات جمال وعارضات أزياء مثل تار فارس حتى أن بعض الجميلات أطلقنا صرخة رعب مثادها أنقذونا من أيدي الميليشيات فهي تقتلنا كالدجاج ضجة الاغتيالات أخذت وقتها في مختلف الأوساط الإعلامية والسياسية لمدة يومين أو ثلاثة مثل أي حادث كبير وبعدها هدأت الأمور تماما ولم يعد هناك أي رد أو تجاوب من قبل حكومة العبادي التي ستمارس مهامها وصلاحياتها حتى آخر يوم في ولايتها فما الذي حدث؟ ولماذا هذا الصمت؟ ومن يقوم بالاغتيالات يا حكومة بغداد؟ وهل تتكرر مرة أخرى؟ وهل تعتبرون قنص المواطنين في الشوارع مجرد حوادث جنائية عادية؟ وما حساباتكم؟ وما رؤاكم؟ موسيقى موسيقى